ترجمة نانسي قنقر الجزء الأول والذي من خلاله سوف نقوم بحل الجداول بجميع الطرق التي تعلمناها سابقا سأترك لكم رابط هذه الدروس الخاصة بالتنسبية في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف الذي لم يشاهد تلك الدروس ولكن قبل أن نبدأ بحل هذه الجداول بمختلف الطرق وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناة التلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد لنبدأ على بركة الله وبدون إطالة بالتعرف على هذه الجداول بحيث يقول السؤال أكمل ملء جداول التناسبية التالية إذن لدينا أربعة جداول الجدول الأول خاص بعدد الكتب وثمنها بالدنار بحيث أعطوا لنا سبعة كتب ثمنها 1260 دينار وأعطوا لنا 12 كتابا ثمنه 2160 دينار الآن يجب أن تجدون 17 كتاب كم ثمنه و24 كتاب كم ثمنه الجدول الثاني خاص بعدد الأقلام والثمن بالدنار بحيث أعطوا لنا 150 قلما ب1350 دينار أعطوا لنا 105 أقلام ثمنها 945 دينار الآن ستجدون 195 قلم كم ثمنها و45 قلم كم ثمنها الآن سوف نتعرف على الجدول الثالث والرابع بحيث الجدول الثالث كما نلاحظ هو خاص بعدد قطع الحلوى وثمنها بالدنار أعطي لنا في هذا الجدول أربع قطع حلوى ثمنها 60 دينار هنا يجب أن نجد 9 قطع حلوى كم ثمنها ثم 18 قطع من الحلوى كم ثمنها أما في الخانة الأخيرة العكس بحيث أعطي لنا الثمن وهو 345 دينار كم عدد القطع التي يمكن شراؤها في الجدول الرابع والآخير خاص بعدد الأكواب وكتلة البرتقال المستعمل بالكيلوغرام بحيث أخبرونا بأن 7 أكواب استعملنا 2 كيلوغرام من البرتقال 21 كوبا من العصير كم نستعمل من البرتقال 28 كوب كم نستعمل من البرتقال وهكذا 35 كوبا 49 كوبا 63 كوبا 77 كوبا بعد التعرف على هذه الجداول وقبل بدء بالحل لنتذكر ما درسناه بسرعة فيما سبق بحيث قلنا بأنه يوجد أربع طرق لملء جداول التنسبية بحيث الطريقة الأولى تسمى طريقة قيمة الوحدة أين تعطى قيمة الوحدة؟ أي مثلا في الجدول الأول واحد كتاب سيعطى لكم ثمنه ما عليكم إلى ضرب باقي الكتب في نفس الثمن أما فيما يخص الطريقة الثانية وهي نفسها قيمة الوحدة ولكن يجب أنتم الذين تجدون قيمة الوحدة وهي طريقة معامل التناسب سنراجعه طريقة الخطية هي الطريقة الثالثة لما الأجداول التنسبية وهي الضرب أو القسم خطيا أو أفقيا سنراجعه أيضا الطريقة الرابعة والأخيرة هي طريقة الجمع والطرح بحيث يجب أن نجمع أو نطرح خانتين لنجد الخانة الثالثة وهي دائما أفقيا أيضا هذه الطريقة الآن بعدما أن تذكرنا الطرق ما على التلميذ إلا أن يقوم بحل هذه الجداول ثم يعود إلى هذا الحل لكي يكتشف الإجابات نبدأ بحل الجدول الأول بحيث يجب أن نلاحظ جيدا الأرقام المتواجدة في هذا الجدول وأن نكتشف الطريقة المناسبة نلاحظ بأن هناك في هذا الجدول هناك أربع خانات مملوئة إثنان في الأعلى وأعطوا لنا جوابها في الأسفل إذا رأيتم مثل هذه الحالة أعلموا بأنه يمكن لكم هناك احتمالية طبيق طريقة الجمع أو الطرح بحيث يجب أن أجمع خانتين في الأعلى تعطيني خانة ثالثة في نفس الخط مثلا سبعة زائد إثنى عشر عندما أجمع هذا سبعة الذي تجاهدون هنا مع إثنى عشر تساوي مباشرة تسعة عشر سأبحث في الأعلى دائما على رقم تسعة عشر هل هو موجود لكي أطبق طريقة الجمع ألاحظ بأن في هذا الجدول لا يوجد الرقم تسعة عشر فمثلا هنا لدينا سبعة عشر وهنا ربع وعشر إذن لا يمكن لي أن أطبق طريقة الجمع والطرح فأذهب مباشرة إلى طريقة أخرى بحيث لدينا الطريقة الخطية وهي الضرب أو القسمة لكن أفقيا خطيا مثلا سبعة أضربه في عدد لكي أجد مثلا إثنى عشر هنا أيضا لا يوجد رقم أضربه في سبعة لكي أجد إثنى عشر فماذا فعل أذهب إلى معامل تناسب بحيث أذهب إلى خانتين مملؤتين عموديا مثل هتين وأقسم مثلا هنا ألف ومائة وستون قسمة سبعة سأجد مباشرة مئة وثمانون إذن طريقة نافعة فمباشرة أرسم هذه الأسهم والدوائر بحيث عندما ننزل أضرب في مئة وثمانين وعندما نصعد أقسم على مئة وثمانون وبالتالي عندما ترسمون هتين الدائرتين سوف يكون لكم الحل سهل جدا بحيث مباشرة أذهب إلى الخانة المتواجدة في الأعلى مثلا لدينا هنا في الأعلى سبعة عشر سأقوم بضربه في مئة وثمانون لكي أجد جوابه في الأسفل عندما أعمل العملية سأجد ثلاثة ألف وستون وإذا أردتم التأكد مع لكم إلى تقسيم ثلاثة ألف وستون على مئة وثمانون ستجدون سبعة عشر إلى خانة أربعة وعشرين سأضربها في مئة وثمانون سأجد مباشرة أربعة ألف وثلاثمائة وعشرون لكي نتأكد أن نقسم هذا العدد على مئة وثمانون سنجد أيضا أربعة وعشرون هذا فيما يخص الجدول الأول حيث قمنا بمراجعة ما يسمى بطريقة معامل التنسو الآن ننتقل إلى هذا الجدول الثاني بحيث قلنا أيضا في هذا الجدول نلاحظ أربع خانات مملؤة الثنانين في الأعلى جوابوهما في الأسفل فمباشرة أفهم بأنني يمكن أن أطبق طريقة الجمع والطرح بحيث ألاحظ جيدا الخانتين المملؤتين هل يمكن طرحهما أو جمعهما لكي أجد خانة ثالثة مثلا نعمل الجمع أذهب إلى مئة وخمسون زائد مئة وخمسة تسوي مئتان وخمسة وخمسون وهذا الرقم غير موجود هنا في الأعلى أذهب إلى الطرح مئة وخمسون ناقص مئة وخمسة سأجد خمسة وأربعون هل يوجد الرقم خمسة وأربعين في نفس الخط؟ نعم ها هي هنا في الخانة الأخيرة إذن مباشرة سأطرح ألف وثلاثمائة وخمسون ناقص تسعمائة وخمسة وأربعون لكي أجد هذا الجواب الذي يظهر أمامنا الذي هو أربعمائة وخمسة الآن سوف أذهب إلى لكي أجد مئة وخمسة وتسعون سأبحث على خانتين أجمعهما أو أطرحهما لكي أجد مئة وخمسة وتسعون مثلا سألاحظ جيدا سأجد مئة وخمسون زائد خمسة وأربعون في نفس الخط يسوي مئة وخمسة وتسعون مدام جمعت هاتين الخانتين سأجمع جوابهما إذن سنجمع ألف وثلاثمائة وخمسون زائد أربعمائة وخمسة سنجد الجواب الذي هو ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون إلى الجدول الثالث والرابع لكي نراجع طرق أخرى بحيث هذا الجدول الثالث لدينا أربع قطع من الحلوة ثمنها ستون دينار لا يوجد خانتين أو أربع خانت لكي أعمل جمع الطرح الخطية لا يوجد رقم طبيعي أضربه في أربعة تساوي تسعة إذن ماذا بقي لي؟ بقي لي معامل التناسب معامل التناسب كيف أجدوه؟ أذهب إلى خانتين مملؤتين عموديا أربعة مع ستون سأقسم ستون على أربعة سأجد معامل التناسب والذي هو خمسة عشر فمباشرة أرسم الدوائر التي تعلمناها منذ قليل عندما ننزل نضرب في خمستاش وعندما نصعد نقسم على خمسة عشر الآن ملأ الجدول أصبح سهل جدا بحيث أذهب إلى تسعة وأضربه في خمسة عشر سأجد الجواب الذي هو مئة وخمسة وثلاثون ثم أنتقل إلى ثمانية عشر في خمستاش سأجد مئة وسبعون أما ثلاثمائة وخمسة وأربعون سنقسمه على خمستاش لأننا نصعد وسنجد ثلاثة وعشرون إلى الجدول الرابع والآخر بحيث سنحاول تطبيق طريقة جديدة وهي الخطية بحيث نلاحظ في هذا الجدول بأن لا يوجد خانتين أو أربع خانات مملؤة إذن لا يمكن الجمع والطارح معامل التناسب أيضا لا يوجد عدد طبيعي أضربه في إثنان لكي أجد سبعة فماذا أفعل؟ يبقى لي الخطية بحيث الخطية تقول نضرب أو نجمع أفقيا بحيث سبعة أضربه في ماذا لكي أجد وحد عشرين سأجد أنه هو سبعة في ثلاثة تساوي وحد عشرين إذن أضرب جواب سبعة الذي هو إثنان في نفس الرقم الذي هو ثلاثة سأجد الجواب الذي هو ستة ثمانية وعشرين كيف أجده؟ هو سبعة في أربعة إذن سأذهب إلى جواب سبعة وأضربه في أربعة أيضا أي إثنان في أربعة تساوي ثمانية خمسة وثلاثون نجده بالضرب سبعة في خمسة أذهب إلى جواب سبعة إثنان في خمسة تساوي عشر تسعة وأربعون هو سبعة في سبعة إذن إثنان في سبعة تساوي أربعة عشر الآن ثلاثة وستة لنجده يجب أن نضرب سبعة في تسعة إذن إثنان في تسعة ثمانية عشر سبعة وسبعون هي سبعة في إحدى عشر إذن إثنان في إحدى عشر تساوي إثنان وعشرون وعليه نكون قد أنهينا ملأ هذا الجدول الأخير بما يسمى الطريقة الخطية وبها نكون قد رجعنا جميع الطرق التي يمكن ملأ جداول التنسبية أتمنى أن يكون هذا الدرس واضحا ومفيدا لكم إلى دروس أخرى أستودعكم الله إلى اللقاء